عارف من مكن تنظيم الإخوان مما ذكرت من جعلهم يستولون على هذه المفاصل للدولة دعموا في 2011 من قبل قطر أولا ثم قطر أعطت دعم هذا التنظيم كمقاولة لرجب أردوغان في تركيا فقطر وتركيا هم الداعمان للإخوان المسلمين في ليبيا وفي غيرها من البلدان وليبيا للأسف لا ينظر إليها كدولة وطن كدولة ذات سيادة دولة حرة ذات سيادة ولكن ينظر إليها كمكان للإرادات المالية ينظر إليها كبيت مال لهذه المجموعة وتستخدم الأموال الليبية في قتل الليبيين أولا للاستحواذ على ليبيا ولكن أيضا في دعم جماعة الإخوان المسلمين في كل مكان سواء في سوريا أو في العراق أو غيرها جماعات الإرهابية تمول من للأسف الشديد من رزق الليبيين الذي كان يجب أن يذهب إلى عجائز ليبيا وإلى كبار السن فيها وإلى أطفالها وإلى شبابها وشاباتها طيب معلوم يا دكتور عارف أن سيد السراج هو ابن السخيرات في 2015 أواخر 2015 أتي به رئيسا لحكومة الوفاق ولكن كيف لنا أن نفهم إدارته لشؤون البلاد في ظل هذا العدد غير المحصور من الميليشيات كيف لرجل أن يدير دولة بها هذا العدد الذي فيه خلاف عليه أصلا يعني من الميليشيات طبعا يعني ليبيا كأي دولة وطنية لابد لها من جيش موحد يحمي حماها ولابد لها من شرطة تحمي الأمن والسلام في البلاد موحدة ولابد لها من قضاء موحد ومؤسسات سيادية موحدة لابد للدولة أن تتوحد لابد لليبيا أن تكون واحدة موحدة في الأربعينيات من القرن الماضي كان هناك محاولة جادة لتقسيم ليبيا من قبل معاهدة ما يسمى بسايكس بيكو وكانت هناك محاولات كثيرة لتقسيم ليبيا ولتقسيم الشعب الليبي ولكنها كلها باءت بالفشل لا بمفعول خارجي أو بتأثير خارجي ولكن باءت بالفشل لأن الإرادة الليبية الحرة هي إرادة للوحدة وهي إرادة للتوحد في وجه الخارج بالكامل وهي إرادة لبلاد مستقلة موحدة الليبيون يريدون الوحدة ويريدون الاتحاد نرى بعض الأصوات للأسف الشديد في اليومين الماضيين تروج لأفكار التقسيم وتتحدث عن التقسيم نقول لهم هيهات كما قال آباؤنا هيهات لسابقيهم في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي نقول لهم هيهات ليبيا واحدة برغا وفزان وطرابلس كل الشعب الليبي شعب واحد نعم هناك بعض الشرخ الذي حصل بسبب الحروب المتتالية والحروب لم تتوقف في ليبيا من 2011 وحتى 2020 ولكن رغم كل هذه الحروب فإن النسيج الاجتماعي الليبي قادر على أن يتوحد من جديد وقادر على أن يبني ليبيا موحدة من جديد نحن كلنا ثقة في أن الشعب الليبي لن يسمح بمثل هذا التشرذم وأن الجيش الليبي في شرق البلاد وفي غربها وفي جنوبها سيتوحد في جيش واحد وأن كل الأجهزة الأمنية ستتوحد وكل المؤسسات السيادية ستتوحد إن شاء الله